اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودعونا مهم ماذا نبدأ؟ مهم هذا البنت البنت اللي يختي والزوج دياله اللي كتار من أخويا وعزيز عليها بثاف تزادوا عندهم توام وسبحان الله نهار اللي تزادوا يعني هدار معايا كنت مدير لايف في اللحظة اللي تزادوا بعدما تزادوا تزادوا تسعتاش حداش مهم داز واحد المدة دائما كنهضر انا وياها في واتساب سلام سلم على فلان كدير فلانة كدير كدير يوميا كنهضروا على البنيتات بسمة ورحمة عجوج ابنات اللي مبحلمة لك وانتو مغتشوفهم اللي صراحة كانت حاجة زوانة ميل الحمد لله بس ما ورحمة الان توفاوا ماتوا بجوج عنقول الله يرحمهم هم ملائكة ولكن الله يسبر الوالدين ديالهم سي محمد و لا اختي لي يمريم ولكن السبب كيفاشا ماتوا هو اللي لانه لحظة اللي ماتوا الحاجة الغريبة اللي وقعتهم انه من اللي تزادوا كنتم دير لايف ومن اللي ماتوا كنتم دير لايف يعني انها سولت عليهم في اوديو في واتساب ومن بعد سبطت عليها من بعد يالله يالله حدرنا عليها معادي دخلت اللايف كنتكشب لي في اللايف سولتين على بسم الله ورحمة الله يرحمهم يعني في ذلك اللحظة انا تلفت ربقى في واحد اللايف كنتم تصنيت عليها أبريسونات عليها قلت لي بصحراء ماتوا كيفاش موتت الله قلت لي مستحيل موتت الله لانه كان آمنوا بالقادر خيروا وشروا ولكن انا جوج بنيتات يموتوا مين طون شحاجة فهمت كدعيل الشك كدشك انه مستحيل وشيكونوا ماتوا موتت الله هي قلت لي آره موتت الله قلت لي مستحيل مل رجعت والطبيب هذا عرفت باللي ماتوا مقشولين والانسانة بشتعرف بناتوا مقشولين شحاجة صعيبة ارجعوا الكاميرا دي السبيطار لان الطبيب ديالا قلت لي شكول يدخل الغرفة من غيرك قلت لي غير انا واحد الممريدة اللي هي بنت خالة اللي هي الصديقة ديالا اللي هي الحبيبة ديالا اللي هي الفردة ديالا واحد الانسانة اللي قريبة لي بزاف امشوا الكاميرات بقاوكي تفرجوا وصلت اللحظة اللي شافت ان ديك بنت خالتا مشات وخنقعتهم خنقعتهم بجوج وقتلياتهم جوج بنيتات جوج ملائكة اللي ما زال ما كملو الشهر كانت قتلهم بداعي الغيرة بداعي الغيرة غارت منها مع العلم ان هاد الانسانة كان قسم لكم بالله كانت مهلية فيها ولي شرعتها تشريع لها وعطيها دار ساكنة فيها لانها تختي عندهم دار تروازية ميطاج دار مهمة لنا ثلاثة طبقات أعطيها الطبقة ساكنة فيها بوحدة بديرها فيها وحد الخير وخير كبير نادت قتلت لي ابنتها بجوج علش بداعي الغيرة وعندك على البالك تشدوش حاجة تفكروا فيها وللا ما كنت يش حاجة غير هي غيرت وراملين قول الغيرة رام عروف علش ضعون كدو السبب المهمة لديه وقا على الجمعة سبت الحد وخير لديه المحاول لم تشدوها البوليس وضعوا بطلاقها قالوا لها وقلت على القتل في الأول لكن في الأراد لم تفكر وقلت على المحاكمة في المحاكمة التي أولا حكمها بالمؤبد صراحة خصيت شيئا أكثر من المؤبد مي تلك المؤبد شيئا مزيانا بالنسبة لها وماذا قالت؟ قالت باللي يحتف في وصل المحكمة قالت باللي نعرف دابع لو كانوا بقعين دابع حيين نقشلهم ولو نعرفها حاملا قشلهم لي في الكرشة ترى النوع من الناس ترى فيها غير الخير والإنسان كنت أقول لكم طيبة جدا السيدة التي تشاهدونها الدرية طيبة جدا مع العلم أن الولدة أو البنيتات عندها إنسانة طيبة جدا والله يعمرها دار والنعمة النساء قسما بالله ولكن الله كبير الحمد لله ما زال صغيرة وما زال ان شاء الله يزادوا عندها البنيتات وما زالت فرح بها ان شاء الله ولكن كي تهي لي وحق الله كيف اشعطها الخاطر ديها لأنها تقتل جوج ملائكة ما شاء الله فنصيحة لكل واحد فيكم أنا يا مجيش دير فيديو باش نعود هالقصة ولكن نصيحة فقط للتوعية كل واحد فيكم أدخل تبيل لي وحدك اللي بغى تبليلك تقول لي وحدك موت على ودة وتقول لي و تقدر كم يمكن دوا قلبت معمرك تقي في بنادم لا معمرك تقي في شي وحدة تقي في راسك لا تقي في راسك لكن تينش يتعقف راسك معمرك تقي في شي وحدة عامل كما تعامل فقط لكن لا تقيقش في بنادم بنادم لا يوجد الخير وغير من قريب لك كيف لم تريد أن يكون والله كيبقى فيه الحالم اللي كنسمع بحلقه الدريات وشوش هكا تشوفوا فيسبوك الفردة ديالي العشيرة ديالي دكشي لباغالك الفردة ليلي حتصوره والله يميبغي لك العدو ديالك ميبغيش ولكن بنادم باقي فهم شي شي يجرب عشكي حس بالضربة ما بغيناكمش تجربوا بغيناكم تحسوا بيها بلا ما تجربوا وتفدوها أدول المغزة ديالت شي كامل ماء الحمد لله دبارة رابي خروع على خير أختي الحمد لله جوزة هذه المحناء الحمد لله كبير عنده واحد الإيمان بالله قوي واحد شابات رزقها يولاسي محمد رزقهم الله شابات الحمد لله دالي قربهم من الله سبحانه وتعالى والحمد لله وشان نقول لكم مهم هذا هو الميساج اللي يجيت نقول ونقول لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة